السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة القاصرة أريد فقط توضيح أمر بأن التسجيل في القرعة الأمريكية وصل إلى غايته إلى نهايته لأن اليوم هو آخر يوم في التسجيل في القرعة الأمريكية الموقع سوف يغلق حوالي الساعة الثانية عشرة زوالا بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية أي ما يعادل تقريبا الساعة الخامسة بتوقيت المغرب أو الساعة السابعة إلى الساعة الثامنة بتوقيت الشرق الأوسط فبالنسبة للإخوان الذين يمقدموا على القرعة الأمريكية عليهم تقديم اليوم هو آخر أجل مرة أخرى وأكد الثاني والعشرين من وانبر هو آخر أجل للتسجيل في القرعة الأمريكية بالنسبة للإخوان الذين قاموا بالتسجيل في القرعة الأمريكية واكتشفوا أنهم قاموا بأغلاط تتعلق بالإسم تاريخ الميلاد زيادة حرب أو هذه الأشياء فليس هناك أي شيء يمكن القيام به لتغيير أي معلومة قاموا بإرسالها قلتها مرارا تكرارا يمكن تغيير أو التعديل على المعلومات إذا كنتم فائزين في القرعة الأمريكية عندما الاستمر دي اس مائة وستون يمكنكم مراسلة مكتب كينتاكي للهجرة هنا في أمريكا وطلب فتح الاستمر من أجل التعديل على المعلومات أو غيرها أما استمر التقديم على القرعة الأمريكية فليس هناك حل آخر للتعديل على المعلومات أو تصحيح المعلومات كل من حاول مثلا أن يقدم مثلا استمر أخرى بالإضافة للاستمر الأولى فكونوا متأكدين تقديم طلبين معناه الإقصاء تقديم طلبين معناه الإقصاء لذلك أنصح أي إنسان أي أخ أو أي أخت قاموا بالتقديم على القرعة الأمريكية واكتشفوا أنه هناك أغلاط تتعلق باستمارتهم عليهم نسيان الأمر كل ما عليهم القيام به هو تركيز على عملهم أو دراستهم إلى غاية صدور النتائج في شهر ماي من السنة المقبلة سنة 2018 أنا داك إذا حلفهم الحد وفازوا في القرعة الأمريكية أنا داك عليهم أن يتجنبوا الأخطاء يعني بصفة نهائية عندما استمرت دي اسمي أتنون وستون حتى لا يتعرضوا للمشاكل هناك بعض الإخوان وضعوا حالة اجتماعية مخالفة لحالتهم الاجتماعية هناك من كان متزوج وكتب أعزب هناك من كان أعزب وكتب متزوج فهذه الأشياء لا يمكنني أنصح فيها وأقول رأيي فيها لأنه بعض المرات بعض المرات يمكن تجنبها بمثلا عدر وهو أنه لا أعلم لغة الإنجليزية أو أنني قمت بغلط أو هذه الأشياء لكن ضابط الهجرة بعض المرات يسأل أسئلة إذا كنت مثلا متزوج وكتبت أعزب فسوف يسألك لماذا كتبت أعزب وأنت متزوج هناك من هو متزوج ولم يدخر أطفال الإخوان والأخوات أقولها مرة أخرى التقديم للإستمارة ليس معناها الـ W المتحدة الأمريكية أوكي أنت متزوج أو أعزب أكتب متزوج أو أكتب أعزب يعني حالتك الاجتماعية كما هي عندما يتم يعني اختيارك أو فوزك في القراءة الأمريكية أنا ذاك يمكن كتابة مثلا كمتزوج لا يريد أخذ زوجتي وأولادي معي إلى أمريكا أن يكتب فقط المعلومات الخاصة به وعدم ذكر الزوجة أو عدم إدخال الزوجة أو الأطفال لأن هناك بعض الإخوان يرسلونني تقريبا من جميع الدول العربية يقول بأنني أريد داب الأمريكا ولا أريد استحاب الزوجتي وأولادي فهذا يرجع لكل شخص نصيحتي هذه هي فرصة إذا تم يعني اختيارك للقدوم من الولايات المتحدة الأمريكية فالولايات المتحدة الأمريكية لا تفكر بأنها في مصلحتك ففكر بأنها في مصلحة أطفالك تربية أطفالك دراسة أطفالك أشياء من غير القبيل فلا تحرم مثلا الأطفال أنا حسب يعني اقتراحي ولكن كما قلت كل إنسان هو حر في أموره لذلك الآن قوموا بنسيان تقديم على القرى الأمريكية وركزوا على دراستكم أو أعمالكم بالنسبة للإخوان الذين يشتغلون أو شيئا ما هذا القبيل لا تتركوا أعمالكم هناك بعض الإخوان يكون عنده عمل وبعد تقديم على القرى يقوم بترك العمل والتركيز فقط والتفكير فقط في القرى الأمريكية هناك من يفوز في القرى الأمريكية يتم اختياره في القرى الأمريكية ويدع عمله أو دراسته فقط للتركيز على القرى الأمريكية لكن لا قدر الله إذا وقعت مشاكل أو تم يعني كان رقمه أو الكيس نامبر التابع له فوق الخمسين ألف أو الستين ألف فهناك احتمال لن يتم استقطاب يعني منحه التأشيرة فهذه الأمور كلها يجب على الإنسان وضعها أمامه لذلك بالنسبة للطلبة بالنسبة للناس الذين يشتغلون استمروا في أعمالكم استمروا في دراستكم إذا تم الفوز إن شاء الله والحصول على التأشيرة لأنها مذكورة في الشروط أنه التقديم أو الفوز في القرى ليس غارانتي ليس يعني ليس خطوة توضح بأنك فائز أو أنك حاص على التأشيرة لذلك ركزوا في أعمالكم ركزوا في دراستكم إلى غاية حصولكم على التأشيرة النهائية ألا ذلك يمكنكم استقال من عملكم أو ترك دراستكم أو شهادة القبيل هذه الأمور تعود إلى كل شخص مرة أخرى اليوم هو آخر يوم في القرى الأمريكية إلى الساعة الثانية عشر بتوقيت شرق الويد المتحدة الأمريكية الساعة تقريبا السابعة بتوقيت الشرق الأوسط قدموا لأنه ما زال أمامكم تقريبا اثنى عشر ساعة أو سبع ساعات أو حتى خمس ساعات للتقديم على القرى الأمريكية وأتمنى حد سعيد للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته